الشعب اللي هي كانت اول من طالبت بهذا المشروع. الموضوع بتاع التشريم التطبيعة ده انتي تعرف مريم حتى بالثورة هو من من تأسيس. من من تأسيس. والتوانسة اريد التوانسة قضية فلسطين موجودة في وجدانهم. الشعب يريد تحرير فلسطين. ووقتا كانوا يحكيوا الشعب يريد بنعرشنوة لطرد النظام ولا يعني ربطوا موضوع للمقاومتهم في تونس ضد الاستبداد وضد كذا بمقاومتهم لشعب فلسطين. اللي صار اللي صار. اه هو تقدمت في الفين واربعتاش اه تقدمت الجافة الشعبية وقتها بيوم بادرة. تقدمنا احنا بيوم بادرة. ولم ترى النور. في الفين في البرنامج. بل سبب حركة النهضة بطبع. بطبع. اللي كانوا عندهم مصالح. اللي كانوا هما ماشيين في فكرة التطبيع. هو هو نجم يكون مش ماشي في فكرة التطبيع. لكن هو لا يعتقد ان ينجم يحكم. اذا كان ما يرضوش عليها الني صدق. هو بالنسبة لي هو الممر بتاع الحكم. انا ولا امريكان يرضو علي. انا ولا فرانسيس يرضو علي. بش يرضي شعبه. هو قبل ان يبحث عن رضا شعبه. وان يحقق مصالح شعبه. حنا ما طلبناش منه بش يحارب وراه. بش حارب ولا امريكان ولا فرانسيس وينسي سويد. قلنا لهم اتعاملوا مع الناس بين الدية. دافوا على مصالحكم. ما اتخذعوش. حنا شنا هو يا اخي المطلوب مطلوب اخد هذو ما دول في العالم مش بريد بش نتعاملوا معها. ولكن ما نتعاملوش معهم بالذل وبالهوان ويملي بالاملاءات وينسي سويد. هذو ما كانوش يمنوا بشعبهم. كانو دوما يمنوا انو الاجنب هول يتحكم. انت دايير هما قبل ما يحكموا البلاد شي يعملوا ما في الفين وحداش عاملت النهذا. ما يمشات الامريكا وجابوا جسمها. او قابلوا وجاهم لهنا. وصفقات ومور مريقلا وينسي سويد. ووقل يخرجوا من الحكم. شي كانوا يعملوا ما يبكيوا نهار كله عند السفرات. ولوبينج وفلوس وكدا. ويجونا يا امريكان ويجونا يا فرنسيسا راح عمال ديكم. راح خرجنا قياس عيد من الحكم. ما هيديه الماركة. قياس عيد اليوم يخذ في ماركة بتاع سيادة. انه من يجي يزيد عليها اتعد في الموضوع ذا. جاءوا الاوروبي انجل متواضح معكم من الديق. جاءوا هالقضية الفلسطينية. كانوا موفيني لشعبه. دوك ما تعداش القانون. حتى انو نذكر بين قوسينا. بش نرجع القانون على اهميته اللي انتو منهار خمسة اكتوبر اصدرتوا بيان حول الضغوط الاوروبية الغربية محاولة التدخل في الشأن الداخلي للبلاد. يعني في نفس السياق دي ماشي الكل. ان احنا احنا بالنسبة لنا في حركة شعط. بقين نفهم احنا نقول فيه من الفين وخمسطعش كلمة دي. انتبهوا يا يا تونسيين يا نخب. اراه العالم يتغير. واره مع التغيرات اللي باقية تحصل في العالم. كلفة الدفاع للسيادة الوطنية لأي شعب احنا نعتبره اليوم. اقل بكثير مما كانت عليه في عشر سنين لتالي وعشرين عام لتالي. وقد كان ثم قطب واحد مهيما على العالم. اليوم العالم يتحول الى اقطاء مش معتها هي جنة. ولكن هي توتيح فرص للشعوب لكيفنا. انه ثم كما الصين ما مفتوحة من هناك كما اوروبا مفتوحة من غادي. احنا النجم الناورو. ورئيس الجمهورية ناور. اليوم اللي كان مش تقبل فيه المفوضية الاوروبية. بعث مزير الخارجين بتاعه للروسيا. وهذه كهو المطلوب. المطلوب انه ناور من اجل مسحة تونس. نجح في المناورة السياسية. انا اعتقدني لحد الان نجح في هذه المناورة. لانه الاوروبيين والغرب والامريكان ديما يحب يظهرون اللي هما اقوى منا ويتحكموا فينا. وعقدة المركزي الاورو والامريكي.